السلام عليكم ازاكم عامين ايه يا رب تكونوا بخير. اه فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كوفية سهلة وبسيطة جدا. هستخدم فيها خيط اليز بيركم كلاسيك. درجة اللون اللي هنستخدمه. القلر يعني اتنين واحد اتنين. اتنين واحد اتنين قليز كلاسيك. استخدم معاها ابرمقاس خمسة عشان الكوفية تطلع معايا طرية ومتبقاش نشفة كده ومسكة. فهستخدم ابرمقاس خمسة ومعنا واحدة القياس. المقاس اللي هنعمل به الكوفية هنعملها العرض 18 والطول 180. عرض 18 والطول 180 واحنا هنبدأ بالطول كده. يبقى هنبدأ الاول هنعمل عدد سلاسل طول 180 آآ هنعمل عقدة البداية بالشكل ده. وهنعمل عدد سلاسل زي ما قلنا بالطول المناسب اللي انت عاوز تعمليه. احنا قلنا هنعمله 180 فهنعمل عدد سلاسل لما اقيسه الاي 180 سنتي. اي عدد سلاسل يعني مش مضع فترة كم حاجة. اي عدد سلاسل آآ طولها 180 سنتي. آآ بعد كده احنا هنشتغل بغرزة النص عمود. غرزة النص عمود. فغرزة النص عمود ارتفاع اتنين سلسلة. فانا هسيب واحد اتنين وهدخل هنا. ألف الخطع على الابرة. سبت سبت اتنينة هون. وهدخل هنا كده. نص عمود معي تلات لفات بخرج منهم كلهم. ألف الخطع على الابرة. كل السطر بقى او كل الغرز اللي انا اشتغلتها دي كلها سلسلة دي كلها هشتغل فيها غرزة نص عمود. الغرز دي كلها. اشتغلتها كلها بغرزة النص عمود زي ما شايفين كده هرتفع اتنين سلسلة. وهالف الشغل. هلنشتغل النص عمود بس في الحلقة الخلفية. في الحلقة الخلفية. يعني مش هدخل تحت الغرزة كلها كده. لا. بادخل في الحلقة الخلفية. هي دي غرزتنا اللي احنا هنشتغل بها الكوفية كلها. آآ نص عمود في الحلقة الخلفية. احنا عملنا زيها قبل كده بغرزة الحشو. لو عايزة تعملها بغرزة الحشو فيه كوفية على القناة. آآ بغرزة الحشو في الغرزة الخلفية. دي بقى بغرزة النص عمود في الغرزة الخلفية. كده في الغرزة الخلفية. الغرزة الخلفية. هعمل بقى بقى سطر كله بنفس الطريقة. قلنا بندخل هنا. مش هنا هنا كده. نص عمود في الحلقة الخلفية. كده. خلصت تاني سطر اللي هو نص عمود في الغرزة الخلفية. هرتفع برضو اتنين سلسلة. آآ هبدأ اقرر. سطر اللي انا عملتو التاني ده هكرره. هالف في الخطعة الابرة. في الغرزة الخلفية هعمل نص عمود. هفضل بقى اشتغل بالطريقة دي لحد ما توصلي المقاس انتي عوزي. آآ نص عمود في الغرزة الخلفية. سهلة جدا جدا. وانا تجيتها في الآخر بتبقى حلوة او. نص عمود في الغرزة الخلفية. هكرر بقى نص الطريقة كده لحد ما اوصل اجائيس كده لقى تمنتاشر او حسب ما اتبقى انتي عاوزين. تمنتاشر سنتي ممكن عاوزها تستلتاشر عزيزي عشرين آآ مناسب برضو. انا بقى هفضل شغالها بالطريقة كده نص عمود في الغرزة الخلفية لحد ما يبقوا تمنتاشر ايس كده يبقوا تمنتاشر سنتي. بصة الكفية خلصت معي بالشكل ده الغرزة جميلة جدا ونتاجتها حلوة اوي وكانت سهلة وبسيطة زي ما شفته عبارة عن غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. آآ وعملت زيها قبل كده آآ بغرزة الحشو في الحلقة الخلفية. اللي عاد سعملها كده او كده النتيجة حلوة اوي زي ما شايفين اهي. انا بضعت شغالة لحد ما دتني العرض كده تمنتاشر سنتي. والطول بتاعك المية وتمانين زي ما قلنا في الاول. آآ اخر غرزة ما تنسيهاش عشان تبديكي بص الأطراف بتاعتها تبقى متساوية بالشكل ده. ده من آخر غرزة. آخر غرزة بتبقى مش باينة قوي. خلاص قوي تنسيها علشان آآ تطلع معاكي الأطراف بتاعتها مضبوطة بالشكل ده. عايزة بقى تعملها شرشيف ده يرجعلك عايز اسيبيها كده براحتك برضو. زي ما تحبي. كمية الخيط اللي استهلكتها في الكوفية خد الشلتين كاملين وحاجات بسيطة من الشلة التالتة. يعني متين جرام وممكن متين جرام وتلاتين متين واربعين متين وخمسين يعني ما حصلتش نصها. يعني هتفتح تلات شلت. تمام كده? ممكن الشلة التالتة اللي انت هتفتحيها هتعملي معها الكوفية ايس كاب وان الله هصور لكم ايس كاب للكبار مع الكوفية دي بازني اللي ان شاء الله. بس لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.